أقبدا في عدن اجتماع تنظيمي لقيادات المؤتمر الشعبي العام في المحافظة برئاسة الدكتور أبو بكر القربي الأمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة والإعلام في الاجتماع أوضح الدكتور أبو بكر القربي أن زيارتهم لعدن جاءت بتكليف من اللجنة العامة للاطلاع على وضع فرع المؤتمر في محافظة عدن بما يحفظ الدور المؤتمر ويوحد الصفوف لمواجهة محاولات خلق الانقسامات في صفوف كوادر المؤتمر الشعبي العام مشيرا إلى جهود التي تبدلها قيادة المؤتمر الشعبي العام لتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للمبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية وأكدا وقوف قيادات المؤتمر أمام الأوضاع التنظيمية ومعالجتها وفقا للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام بما يفعل دور الفروع في المحافظات ويضع حدا لمحاولات الإقصاء والتهميش والاستهداف للمؤتمر واستمع الاجتماع إلى آراء وملاحظة قيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بمخاوضات عدن